الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل سبحانه وتعالى معز في الناس بالحج يأتوك الرجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وضد وبارك على أحاظ النبي الكريم وعلى آله العتفار وعلى جميع إخوانه من العنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإيسان إلى يوم الدين إباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أننا في أشهر الحج وأشهر الهرم والأعمال في هذه الأوقات غجورها متضائفة وأن للحج والعمر كيفيات لا بد منها كما ذكرنا بعضها سابقا أيها المسلمون من يريد الحج والأول أمرتا فعليه أن يقلم أظافره ويقص شاربه ويحلك آنته ثم يغتسل ويلبس إذاراً والرداءاً عبيدين نظيفين ويلبس النعالين وإذا وصل إلى الميقات صلى فريدة أو نافلة ثم ينوي نسكه قائلاً لبيك اللهم لبيك حجاً إن كان أراد الإفراد أو أراد تمتعو قال عمرتاً ويستمر بالتلبية فإذا وصل مكته استهب له أن يغتسل لدخولها فإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله من باب بني شيبة أي باب السلام وقال بسم الله وبالله وإلى الله اللهم اختخ لي أبواب فضلك وإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتقريماً إلى قوله اللهم قد دعوتا إلى حج بيتك وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني وعفو عني وعصله لشأن كله لا إله إلا أنت ثم يتقدم إلى المطاف فيأتي الحجر العصود فيشير إليه إن لم يمكن استلامه ثم يستقبل الحجر ناوياً طوافه قائلاً بسم الله والله أكبر فيطوفه سبعاً بقوله تعالى بقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم يأتي إلى الزمزم فيشربه ويدعو بما شاء ثم يخرجوا إلى مسأة من باب صفات ويقول بقوله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت عوي تمر فلا جناها عليه أن يطوف به معه ومن تذوأ خيراً فإن الله شاخر عليم فإذا تم له سعي بسبعة أشوات إن كان مؤثمراً قصر شعره وحل له وحل من إهرامه وقد تم إمرته وكذلك إن كان متمثعاً بالعمرة إلى الحج على سواء فقد تمت إمرته وإن كان يوم التروية أي إذا كان يوم التروية الثامن من شهر زي الهجة أحرم بنية الحج إن كان متمثعاً وأما المسرد أو القارن فإنهما على إهرامهما الأول وخرج ملبياً إلى ميناء دوحاً ليقيم بها يومه وليلته فإذا طلعت الشمس من يوم التاسع أي يوم التاسع من زي الهجة خرج من ميناء ملبياً قاصراً عرفات فيصلي الظهر والعصر كسراً وجمعاً ثم وقف في العرفات جزءاً منها ويذكر الله ويدعوه ويدعوه حتى تغرب الشمس يتوجه إلى المزدلفة ملبياً ويصلي بها المغرب والإشاء ويبيت بها حتى إذا طلع الفجر صلى الصبه وقعد المشعر الحرام ليقف محللاً ومكبراً دائياً لله تعالى أتى إذا أصفر الصبح وقبل طلوع الشمس التقط الحصيات لرمي الجمرات العقبة العولى ويندفع إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة بالسبب الحصيات ويقول إن الجمرة بسم الله الله أكبر ثم يحلق أو يقصر من شعره ثم يسير إلى مكة إن أمكن ليتوفى الطوافة الإفادة الذي هو أحد أركان الحج العربة ثم سعى بين الصفة والمروة ثم يعود إلى ميناء فيبيت بها ليتم جمراته منها من هنا تتم الحج ولم يبكى له إلا الطوافة الوداء وهذا ما أختصر بكم من الأعمال الحج وأستغفر الله اللعظيم العز جليل لي ولكم ولساهر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ودعوه أنتم في ساعة الإجابة أمام الحمد لله رب العالمين أستمو أمان وطولة تنوك على بركاته أمان وطولة تطول أن يحصل على اسمها ونا تتطور على سمسلمين من كل ذلك سوف تبيعاته من الأعمال ترجمة نانسي قنقر 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 المحافظة في الطعام الناس المحافظة في الطعام الناس قد يتحدث في الطعام الناس أشرح أن لا تزالك مفتترك إذا أقدم ناوخ مكتبع أيضا يمكنني ان أخبرك حانتي هكذا المحافظة في طعام السهل نحن شاء البعض ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر سيئة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر